السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأعزائي المتابعين والمهتمين بالزيتون وأصاف الزيتون وأكثر الزيتون موضوع مهم وهو أيهما أفضل في مشاريع الزيتون وحتى في مشاريع الفاكه الأشجار المكثرة بالعقل أم المطعمة على أصل البذري حقيقة هناك الكثير من العوامل والقيود اللي ممكن أن نختار أحد الطريقة على أخرى وحقيقة لا يوجد فائز أو اتجاه محدد لأحدى هذه الطرق فالتكاثر بالعقل والتطعيم على أصل البذري كل طريقة لها مميزات ولها قيود ولذلك فهناك طرق ممكن تكون ناجحة تجارية أو في المشاتل وتكون خليط مبرمج حقيقة بين الطريقتين فمثلا الانتاج شتلات بالعقل دائما يكون للأصناف سهلة التجذير أو المطلوبة في السوق بكميات كبيرة واستخدام التطعيم نلجأ له على أصول مناسبة لغرض يعني مقاومة الملوحة مقاومة أنواع من الترب مقاومة أو تقليل من حساسية بعض الأصناف للأمراض ولذلك حقيقة التجارب المحلية واللي تكون مسجلة على مدى سنوات ممكن تعطيك القرار النهائي حقيقة نحن في محطتنا بالقائم نلجأ لتطعيم على أصول بذرية في لغرض كثار الأصناف مثل الأصناف الكروسايدي والقوردال لأنها صعبة التجذير أما الأصناف المطلوبة مثل المنزل المطلوبة بكميات كبيرة فنلجأ إلى عملية الاكثار بالعقل لأنه سهل التجذير أما بالصنفين السابقين هذه الحقيقة هذه الصنفين من الصعوبة التجذير وبالتالي فإن عملية نجاح العقل تكون ضعيفة إضافة إلى الكثير من النقاط ممكن تشاهدوها بالفيديو اللي رح يكون عن هذه الحلقة تحية